ايها التاريخ عودنا ورجعنا من جهن بدأ التاريخ الإسلامي منذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة يوم الاثنين عام 71 وخمسمائة للميلاد وقد عمل النبي بالتجارة ورعي الأغنام وقرف بالصدق والأمانة في قومه فطالما حكمته قريش في أمورها وفي ليلة كان يجلس فيها في غار حراء عندما كان في الأربعين من عمره أراد الله أن تتصل الأرض بالسماء فأرسل إليه جبريل بالنبوة والرسالة والقرآن والدعوة والجهاد الذي لا ينقطع من أجل إيصال هذا النور إلى قلوب الناس جميعا ظل النبي يدعو الناس إلى عبادة الله وحده واستمر للطهاد من جانب المشركين فتارة يسخرون وتارة يلقون عليه الأذى وتعرض أصحابه لمثل هذا التعذيب حتى وصل إلى القتل كان أول شهيدين في الإسلام آل عمار بن ياسر ووصل الأمر إلى المقاطعة والحصار بأن لا يبتاع أحد أو يتزوج من بني هاشم وبني عبد المطلب عز الله الدين بدخول كثير من كبار قريش كأبي بكر الصديق وأمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله وغيرهم من الصحابة فتلك هي بداية كل شيء عظيم فهي بداية صعبة بطيئة تملأها الإختبارات والمصائب ظل النبي يدعو الناس حتى كانت السنة الحادية عشر من البعثة حينما أستم ست تجار من الذين يتوافدون إلى مكة من أهل يثرب ثم كانوا إثنى عشر في العام الذي يلي فكانت البيعة الأولى ثم صاروا خمسة وسبعين في العام الذي يلي فكانت البيعة الثانية فأذن الله لنبيه بالهجرة فهاجر ليفتح للدعوة بابا آخر تشيع منه على الدنيا وكان هذا الباب هو يثرب الذي أصبحت به المدينة المنورة فختمت في تاريخ الدعوة صفحة وفتحت أخرى ومضى عهد الضعف والأذى وبدأ عهد القوة والظفر وكانت الهجرة هي الحد الفاصل بين العهدين وبدأ التقويم الهجري حينئذ أخذ النبي في إنشاء دولة المسلمين بإقامة أول مسجد نعم مسجد بدأ به وهو المعبد رمز الإيمان وهو البرلمان رمز العدل وهو المدرسة رمز العلم ثم أخى بين المهاجرين والأنصار وعندما صار للمسلمين معقل يلجأون إليه شرع الله الجهاد خال المسلمون بقيادة النبي ثمانية وعشرين غزوة أهمها غزوة بدر الكبرى في رمضان من الثنة الثانية للهجرة انتصر فيها المسلمون وقويت شوكتهم وازداد عددهم وأقبل الناس على الإسلام فاشتعلت قلوب اليهود حقدا على المسلمين ولم يستطيعوا إخفاء ذلك فكشفوا عن امرأة مسلمة في السوق فاختطل الطرفان إلى أن كانت غزوة بني قينقاع حصرهم النبي فيها ثم أخرجهم من المدينة ولكن هناك في قريش لم تنطفئ نار العداوة ولم ينسوا مرارة هزيمة بدر فعدوا عدتهم وخرجوا لملاقات النبي من جديد فكانت غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة كان الفوز في طريقه للمسلمين إلا أن أخطأ الرماح بعدم إطاعتهم لأوامر النبي فالتف جيش المشركين وانهزم المسلمون واستشهد سبعون رجلا ومع ذلك فلم ينقطع الحقد من جانب يهود المدينة ففي السنة الرابعة أرادوا أن يقتالوا رسول الله فنزل جبريل أخبره بالمؤامرة التي يحيكها لهود بن النظير فأجلاهم النبي من المدينة ازداد حنق اليهود أكثر فأكثر فأخذوا يتجهزون مع المشركين في قريش وغطفان لملاقات المسلمين في معرقة فاصلة فكانت غزوة الأحزاب عند السنة الخامسة للهجرة استشار النبي الصحابة فاخترح سلمان الفارسي حفر خندق حول المدينة فقبل النبي الاقتراح ولكن بالرغم من ذلك لم يصن من بقى من يهود المدينة العهود فخان يهود بني قريزة معاهدتهم مع رسول الله وكاد المشركون أن يدخلوا المدينة إلى أن أسلم نعيم بن مسعود الغطفاني وذهب ولم يعلم أحد بإسلامه فأمره النبي بأن يخذل عن المسلمين ما استطاعه فذهب إلى اليهود وطلب منهم أن يأخذوا رهنا من غطفان وقريش وذهب إلى قريش وغطفان وقال لهم أن اليهود ندموا على نقدهم حلف محمد ففرق بينهم وانفض جمعهم ولكن بمجرد ذهاب المشركين أمر الله نبيه بعقاب يهود بني قريزة لخيانة عهودهم فذهب إليهم وحاصرهم فقتلوا جزاء لغدرهم وخلت المدينة تماما من الوجود اليهودي وفي العام السادس من الهجرة قرر النبي الذهاب لمكة لآداء مناسك العمرة فمنعته قريش وعقدوا صلح الحديبية الذي ينص على وقف الحرب لمدة عشر سنوات وأن يعود النبي هذا العام بدون آداء العمرة على أن يأتي في العام المقبل فاستغل النبي هذا الصلح وتفرغ إلى دعوة العالم أجمع فبعث بكتبه إلى ملوك العالم في مصر والروم وفارس والحبشة وبلاد العرب وبتأمين النبي لجبهته من ناحية قريش قرر أن يفتح خيبر فقد كانت المركز الذي خرج منه وفد اليهود للحث على قتال المسلمين في الأحزاب وقد كان في السنة السابعة من الهجرة فتحت خيبر ليفنى حينها آخر معاقل اليهود في جزيرة العرب عمن النبي الجزيرة من كل خطر فأخرج اليهود الذين كانوا يخونون العهود وتعهد مع المشركين ثم أخذ يبعث في الصرايا لدعوة الناس إلى الإسلام وأثناء تواجدهم في الشام قتلهم الغساسنة أعوان الروم في السنة الثامنة للهجرة فكانت أول غزوة ضد نصارى الروم غزوة مؤته فكان قوام جيش المسلمين ثلاثة ألاف والنصارى مئتي ألف وانتهت بنصر معنوي للمسلمين فقد استشهد فقط إثنى عشر رجلا وقتل من النصارى أعداد كبيرة وبعدها بعدة شهور خانت قريش صلح الحديبية مع رسول الله فجهز النبي شيشه وأمرهم ألا يقتلوا إلا من قتلهم فتم الفتح الأعظم وفتحت مكة وأقبل بعدها قبائل العرب إلى النبي يدخلون في الإسلام وفي السنة العاشرة للهجرة أذن النبي في الناس أنه ذاهب للحج فقدم إلى المدينة خلق كثير تجاوز المئة ألف مسلم كان مشهدا رائعا مهيبا أتم الله به الدين ونزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة وبمجرد عودة النبي إلى المدينة بيّن لمن بعده أولى الخطوات فأمر بأن يتجهز المسلمون لملاقات الروم ثم بدأ يشعر بالمرض وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس ليبين للناس خليفته ثم كان يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول في السنة الحادية عشر من الهجرة في صلاة الفجر حيث كان المسلمون يصلون فكشف النبي ستر حجرة أم المؤمنين عائشة ونظر إلى الصفوف ثم تبسم ضاحكا فلحق بالرفيق الأعلى وإنا لله وإنا إليه راجعون لم يمضي على موت النبي إلا سعاد حتى أدرك الصحابة ضرورة اختيار خليفة للرسول الله فوقع الأمر على أبي بكر الصديق ليبدأ عصر جديد وهو عصر الخلفاء فكان أول الخلفاء هو أبو بكر علمت العرب بعدها بموت رسول الله فمنهم من ارتد ومنهم من منع الزكاة ومنهم من ادعى النبوة فقسم أبي بكر الجيوش وحاربهم وانتصر عليهم واستجهد من حفظة القرآن أعداد كبيرة فخش الصحابة على القرآن من الضياع فجمعه أبي بكر في مصحف واحد بإشراف زيد بن ثابت كاتب الوحي لرسول الله وما أن استتبى الأمر في أرض العرب حتى بدأت الفتوحات في العراق وبلاد فارس وبلاد الشام حتى ازدادت رقعة الأراضي الإسلامية ودخل الإسلام جمع عظيم وفي العام الثالث عشر توفي الخليفة وتولى بعده عمر بن الخطاب فاهتم بالأمور الدينية والاقتصادية في البلاد ونشر الدين في كل مكان فاسدادت الفتوحات من ناحية الشام فكانت معركة اليرموق والتي كان فيها جيش المسلمين أربعين ألفا والروم مئتان وخمسين ألفا وبالرغم من ذلك فقد انتصر المسلمون انتصارا عظيما وفر جيش الروم وتمكن المسلمون من فتح الشام بقيادة خالد بن الوليد ففتحت دمشق في العام الرابع عشر وفتحت حمص وحلب وشمال الشام والساحل السوري وفتح بيت المقدس في العام الخامس عشر وفي ذات السنة قامت أكبر معارك المسلمين ضد بلاد فارس وهي معركة القادسية لتسقط بعدها عاصمة بلاد فارس ويتم فتح المدائن في السنة السادسة عشر للهجرة ثم فتحت الموصل والكوفة في السنة السابعة عشر للهجرة أخذ المسلمون يتوغلون في بلاد فارس بعد سقوط عاصمتهم ويفتح المدينة تلو الأخرى فاحتشد الفرس جميعا لملاقات المسلمين في معركة فاصلة فكانت معركة نهواند من السنة التاسعة عشر للهجرة فكان عدد المسلمين قرابة العشرين ألفا والمجوس مئة وخمسين ألفا فانتصر الله للمسلمين وأزال ملك الأكاسرة فتغيرت خريطة العالم حينها وانقضى ملك فارس الذي استمر لقرون كقوى عظمى مع الإمبراطورية البيزنطية واشتح المسلمون وسط أسيا ففتحت أصفهان وهمذان والري وجرجان وتبرستان وأذربيجان وكرمان وسجستان ومكران وخرسان في الناحية الغربية فتحت مصر في السنة العشرين للهجرة ثم فتحت الإسكندرية في العادية والعشرين على يد عمر بن العاص ثم توغل أكثر ففتح برقى وترابلس وبعث أحد قواده وهو عقبة بن نافع ففتح زويلة وفزان ولكن أتته أخبار الخليفة بوقف التوغل خوفا على جيش المسلمين وأن يهتم بتعليم الناس الدين فدخل جمع كبير من أهل مصر والقبائل الإفريقية في الإسلام لما رأوه من معاملة الفاتحين مقارنة بالإضطهاد الذي لقوه من الحكم البيزنطي النصراني وبحلول سنة 22 للهجرة أمر عمر بن الخطاب بغزو بلاد الترك على يد عبد الرحمن بن ربيعة ولكن لم تفتح بلاد كثيرة وهدأت محاولات المسلمين هناك وفي أواخر ذي الحجة من سنة 23 للهجرة قتل الخليفة عمر ليترك دولة تمتد من بلاد الترك شرقا إلى ترابلس غربا ومن اليمن جنوبا إلى أذربيجان شمالا وتولى من بعده الخليفة عثمان بن عفان فأمر بكتابة المصاحف وإرسالها إلى البلاد المفتوحة وفي عام 25 للهجرة أمر عثمان بغزو بلاد إفريقيا بقيادة عبد الله بن سعد وفي جيشه عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ففتحت قرطاج وأجزاء كبيرة من المغرب الأقصى ثم أنشى أسطولا بحريا وفتح قبرص سنة 27 للهجرة باصة المسلمون أيديهم على إفريقيا بعد أن تغلبوا على جيش الروم الذي كان قوامه 120 ألف مقاتل وفتحت بلاد النوبة سنة 31 للهجرة وفي سنة 34 للهجرة ظهرت بوادر الفتنة من مصر والشام والكوفة والبصرة أدت تلك الفتنة إلى مقتل الخليفة عثمان في العام الخامس والثلاثين للهجرة وتولى بعده الخليفة علي بن أبي طالب وظلت الفتنة وازداد الصراع بين مؤيد ومعارض للاقتصاص من قتلة عثمان فاقتتل المسلمون فكانت معركة الجمل سنة 36 للهجرة ثم معركة صفين سنة 37 للهجرة بعد أن أراد الإمام علي عزن معاوية بن أبي صفيان من الشام كما رفض معاوية مبايعة الإمام علي على الخلافة والتجأ الطرفان إلى التحكيم فكانت النتيجة هي عزل الإمام علي ولكنه رفض فأن التحكيم كان على القصاص من قتلة عثمان وليس على الخلافة وظهر الخوارج وقتها الذين كفروا كل الطوائف وكفروا الإمام علي لقبوله التحكيم فقاتلهم الإمام علي ثم قتلوه رضي الله عنه في رمضان من العام الأربعين للهجرة فبايع أهل المدينة الحسن بن علي ولكنه تنازل عن الخلافة لمعاوية سنة 41 للهجرة من أجل وحدة الأمة وبايعه الصحابة على ذلك فسمي ذلك عام الجماعة ليبدأ بعد ذلك عصر جديد ألا وهو خلافة الدولة الأموية استتبى الأمر لمعاوية وعاد الأمن لدولة الإسلام من جديد أصلح حال البلاد والعباد فأخذ يوالي تدريجيا تعمير المدن التي خرج منها البيزنطيين فأقام المدن وأصلح الثغور ونقل القبائل إلى هذه المدن وأخذ في تحصين المدن الساحلية لصد الغارات البيزنطية ثم عمل على تعزيز الأسطول البحري للدفاع عن المدن الساحلية ولغزو الجزر المواجهة للساحل الشامي ثم استكمل الجهاد والفتوحات بعد توقفها أثناء الفتنة وبدأ أولى محاولات فتح القسطنطينية سنة 48 الهجرة وسنة 53 الهجرة وفي الأراضي الإفريقية سنة 55 الهجرة أقام عقب بن نافع مدينة القيروان لتكون مركزا للإسلام في بلاد المغرب وذلك لأن أهل إفريقيا كانوا يرتدون عن الإسلام في كل مرة عندما ينشأ الطراب في الحكم فأراد عقبا أن يغير عقيدة الناس ويعلمهم دين وقد كان وتولى قيادة أفريقيا بعده أبو المهاجر دينار فمشى على خطى عقبه وقضى على أكثر نفوذ الدولة البيزنطية في المغرب الأقصى وفتح مدينة ميلة وتلمسان وفي سنة 60 الهجرة توفي الخليفة معاوية بن أبي سفيان تبعه ابنه يزيد بن معاوية تأخر في مبايعته بعض من الصحابة وعلى رأسهم الإمام الحسين بن علي الذي أغراه أهل العراق بأن يخرج إليهم حتى يدعموه ويصبح الخليفة ولكن تركوه لشدة بطش الجيش الأموي فقتل رضي الله عنه سنة 61 الهجرة في كربلاء وفي سنة 63 الهجرة كانت واقعة الحرة في المدينة المنورة والتي كان سببها عدم مبايعة أهل المدينة ليزيد بن معاوية وسجنوا من في المدينة من بني أمية فأرسل لهم جيشا بقيادة مسلم بن عقب المري وأمهلهم ثلاثة أيام ثم دخل المدينة عنوه وغتل من أبى مبايعة الخليفة ولا يزيد عقبه مرة أخرى قيادة ولاية إفريقيا استكمل الفتوحات هناك فتح بجاية وطنجة وأغادير حتى وصل إلى المحيط الأطلسي ثم قال اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد دونك وفي العاصمة دمشق توفي الخليفة يزيد بن معاوية واتبعه ابنه معاوية الثاني سنة أربع وستين الهجرة ولكنه كان ضعيفا فتنحى عن الخلافة ومات بعدها بثلاثة أشهر وأجمع الناس على عبد الله بن الزبير إلا أهل الشام لولائهم لبني أمية فاتجى إليهم مروان بن الحكم واستطاع ضم مصر للشام سنة خمس وستين الهجرة فكان مروان يحكم الشام ومصر وابن الزبير يحكم باقي الأمصار الإسلامية ثم توفي مروان يتولى بعده عبد الملك بن مروان استطاع إخضاع العراق سنة إحدى وسبعين الهجرة ثم أمر الحجاج بالقضاء على بن الزبير وإخضاع الحجاز له فضرب الكعبة بالمنجنيق وتخلى الناس عن ابن الزبير فقتله الحجاج ثم صلبه سنة ثلاث وسبعين الهجرة استتبى الأمر لعبد الملك بن مروان في الأنصار ثم تفرغ لأمور الدولة فأصدر العملة سنة ست وسبعين الهجرة وقام بتعريب الدواوين وكان ذلك سببا في انتشار اللغة العربية في العراق والشام وبلاد فارس وإفريقيا وبنى مسجد قبة الصخرة في فلسطين ثم ولى حسان بن النعمان قيادة جيش المسلمين في إفريقيا وأعاد القيروان سنة ثماني وسبعين الهجرة وأعاد كثيرا من المدن التي استولى عليها البيزنطيون أثناء الصراع مع ابن الزبير ثم أنشأ ميناء تونس ليحول بينه وبين الروم وفي سنة تسع وسبعين الهجرة أمر عبد الملك بغزو بلاد الترك مرة أخرى بعد أن توقف الغزو في عهد عمر بن الخطاب كان ذلك على يد عبيد الله بن أبي بكرة ففتحت بلاد كثيرة ولكن الأمر لم يتم إلى آخره فمات من المسلمين ثلاثين ألفا ومن الترك أضعاف ذلك فجهز الحجاج جيشا قوامه أربعين ألفا لقيادة الأشعث ففتحت بلاد كثيرة وصالح ملكهم على الجزية وفي سنة ست وثمانين الهجرة تولى الوليد بن عبد الملك الخلافة بعد موت أبي أمن الجامع الأموي ووسع المسجد النبوي ثم ول قتيب بن مسلم قيادة جيش المسلمين في بلاد الترك ففتحت بلاد كثيرة وانتشر الإسلام هناك وفتحت بخارة سنة تسعين الهجرة ثم فتحت سمرقند وفي أسيا الصغرة بأب الوليد على محاربة الدولة البيزنطية لتأمين حدوده معهم ففتحت كثير من حصونهم المنيعة على الثغور بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك أما في الغرب فقد عينا موسى بن نصير قائدا للمغرب الأقصى فأكمل فتح الشمال الإفريقي كله وأحسن إلى الناس هناك فأحبوا الدين ودخلوا فيه حتى أنهم قد انضموا إلى جيش المسلمين وصاروا يدافعون عنه بكل حمية ومن ثم فقد اخترح بن نصير على الخليفة أن يدخل بلاد الأندلس لما وجد فيها من جهل وفقر وظلم للضعفاء فأوروبا في تلك العصور كان الظلم هو القانون السائد ولا مكان فيها لضعيف فوافقه الخليفة على ذلك ففتحت الأندلس سنة 92 الهجرة على يد طارق بن زياد ثم تبعه موسى بن نصير سنة 93 الهجرة ففتحوا قرطبة وإشبلية وغرنطة حتى وصلوا إلى طليطلة سنة 94 الهجرة ثم أكملوا فتح الشمال ففتحت مدريد وكشتالة وليون حتى وصلوا إلى الحدود الفرنسية سنة 95 الهجرة وفي أقصى الشرق مرة أخرى سنة 96 الهجرة غزا قتيبة أرض الصين وخير ملكهم بين الجزية والحرب فقبلوا بالجزية ولما علم قتيبة بموت الخليفة الوليد ضعفت همته في استكمال الفتح فرك الوليد دولة تمتد من بلاد ما وراء النهر والصين شرقا إلى بلاد الأندلس غربا ومن أرمينيا شمالا إلى بلاد النوب واليمن جنوبا وتولى بعده أخوه الخليفة سليمان بن عبد الملك فأمر موسى بن نصير بالتوقف في فتح الأراضي في الأندلس خوفا على جيش المسلمين وفي سنة 98 الهجرة حاول سليمان فتح القسطنطينية بجيش لم يرى مثله في الإسلام من قبل قوامه 120 ألفا بقيادة أخيه مسلمة ابن عبد الملك وبعث إلى مصر بأن تخرج بألف مركب وما أن وصلت الأخبار إلى القسطنطينية كتب الإمبراطور البيزنطي إلى ملك البلغار قائلا أن المسلمين ليس لهم همة إلا في الدعوة إلى دينهم وأنهم متى فرغوا مني خلصوا إليك فأوقع ملك البلغار بالجيش المسلم في فخه فأرسل الخليفة جيشا كثيفا وأمرهم أن يحاربوا ملك البلغار أولا فقتلوا منهم خلقا كثيرا وفك أسر المسلمين منهم وفي تلك الأوقات فقد دخلت سنة تسعين ودسعين الهجرة وتوفي الخليفة فتولى بعده الخليفة عمر بن عبد العزيز فأمر جيش مسلم بالانسحاب من أمام أسوار القسطنطينية كان عمر بن عبد العزيز من العظماء المجددين في الإسلام فاشتهد في رد المظالم وإعطاء الفقراء واليتامى وكان يوسع على عماله حتى يوسعوا على الرعية وكان ينهى عن الشغل في أوقات الصلاة فأمر عماله في جميع الأمصار بدعوة الذميين إلى الإسلام فدخلت أفواج كثيرة من سكان بلاد ما وراء النهر الإسلام كما أرسل العلماء إلى المغرب يفقه مسلم البربر بعد أن حسن إسلامهم برز في عهده فرقة القدرية كما حاولت الشيعة الخروج عليه تارة والخوارج تارة أخرى ولكنه تغلب عليهم بالحجة والبيان ثم بالقوة عند الحاجة فأخذت تلك الفرق يزيد في حديث رسول الله وأدخلوا فيه ما ليس منه مما يؤيد بدعتهم ويلبي إنحرافهم مما جعل الخليفة عمر بن عبد العزيز يأمر ببدء كتابة حديث رسول الله وتدوينه حفظا له من الضياع والتحريف فأرسل إلى جميع عماله في الأمصار يجعلهم يكتبون الحديث من أهله وحفظته السقة ثم بدأ الإمام الزهري بوضع حجر الأساس في علم الحديث في كتبه الخاصة تبعه بعد ذلك جمع غفير من المحدثين فكتب سفيان السوري بالكوفة كما كتب مالك بالمدينة وكتب الأوزاعي بالشام وعبد الله بن المبارك بخرسان وأغدق الخليفة بن عبد العزيز المال على العلماء وطالب العلم حتى يتفرغوا للتعليم والتعلم وفي غرب الأراضي الإسلامية كان السمح بن مالك واليا على الأندلس ففتح الجنوب الغربي من فرنسا ودخل كثير من الناس الإسلام على يديه وفي العاصمة دمشق توفي الخليفة عمر بن عبد العزيز في السنة الحادية والمئة للهجرة وتولى بعده الخليفة يزيد بن عبد الملك وفي أرض الأندلس تولى عنبس بن سحيم ولاية البلاد في سنة اثنتين ومئة للهجرة فتوغل في فتح فرنسا حتى وصل إلى شنس الذي تبعد سلاثين كيلو مترا جنوب العاصمة باريس فصالحه ملكهم على الجزية وعاد بعد أن بسط نفوذه في قلب أوروبا الغربية ولم يدرك هذا الشأن بعده مسلم آخر وفي سنة خمس ومئة للهجرة هناك في العاصمة دمشق توفي الخليفة وتولى بعده أخوه الخليفة هشام بن عبد الملك فكان يأمر أولاده بالجهاد في أرض الروم ففي عهده بدأ علم القراءات الذي أتمه العلماء عشر قراءات خلال القرن الثاني الهجري وفي سنة أربعة عشر ومئة للهجرة هناك في بلاد الأندلس كانت معركة براث الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقي الذي تولى قيادة الأندلس بعد استشهاد عنبس بن سحيم التقى الجيشان في بواته وكانت الغلبة للمسلمين ولكن التفت طائفة من المشركين خلف صفوف المسلمين أخاف بعض الجند على الغنيمة فاضطربت الصفوف ووقعت الهزيمة ولو تحقق النصر في ذلك اليوم فلربما ذالت العصور الوسطى المظلمة التي قادتها فرنسا ضد المسلمين مرة أخرى في أقصى الشرق هناك في بلاد الترق فقد قاتل مسلم بن عبد الملك ملك الترك الأعظم خاقان فذارت بينهم عدة معارك حتى قتل خاقان سنة 19 ومئة للهجرة على يد أسد بن عبد الله وتفرق جمع الأتراك وقبائلهم وأخذوا المسلمون يعلموهم الدين واللغة العربية وأخذوا يتوافدون على الإسلام وفي سنة 25 ومئة للهجرة توفي الخليفة فتولى بعده الخليفة الوليد بن يزيد كان مسرفا في الشهوات فما لبث أن قتله يزيد بن الوليد سنة 26 ومئة للهجرة ليتولى هو مكانه فحاول الإصلاح ولكن انقلبت عليه الأمور وانتشرت الفتن وتوفي بالطاعون في نفس السنة وجاء بعده براهيم بن الوليد الذي استمر سبعين يوما ثم عزل وتولى بعده مروان بن محمد سنة 27 ومئة للهجرة فانتقل مروان إلى حران وشعر أهل الشام أنهم خسروا مكانة دمشق وفي نفس السنة قامت الدعوة العباسية في خراسان والكوفة وأخذت تنتشر في جميع الأمصار حتى التقت طرفان في معركة الزاب بالعراق انتصر جيش العباسيين وتتبعوا الخريفة الذي فر إلى مصر وقتلوا سلت 22 و30 ومئة للهجرة لتنتهي الخلافة الأموية بعد أن زحفت براية الإسلام إلى أقصى الغرب في فرنسا وأقصى الشرق في الصين فأدخلوا اللغة العربية في كل مكان وأقاموا المدن والسدود ونشروا الدين ودخل الناس فيه أفواجا من كل مكان بدأ العصر العباسي الذي استمر خمسة قرون مقسم فيها إلى عصرين أولهما ذاك العصر الذي بدأ بقوة وسطو بقيادة الخليفة عبد الله بن محمد العباسي حفيد العباس بن عبد المطلب عم رسول الله فقام بتعين أعمامه وأهل بيته على الأمصار المختلفة حتى يضمن استقرار تلك الأماكن ثم قام بتتبع فلول بن أمية في كل الأمصار فبطش بهم بطشا شديدا حتى لقب بالسفاح استغل أعداء الإسلام الإضطراب الواقع في الأراضي الإسلامية فأغار الإمبراطور البيزنطي على الثغور وأخذ كثيرا من القلاع فيها وفي الشرق فقد أغار ملك الصين على بلاد ما وراء النهر وأحدث القتل فيهم وفي سنة ست وثلاثين ومئة للهجرة توفي الخليفة وتولى بعده أخوه أبو جعفر المنصور كان ذا علم وفير وخلق حسن فأصلح بين الرعية وأقام الدين وزاد في النفقة على الناس ولكنه كان ذا بطش شديد ضد خصومه فكان يكثر القتل فيهم ويبيح ذلك انفرض بالحكم وحده عن عمه وأبناء أعمامه كما قضى على أصحاب النفوذ في الدولة فقامت عليه عدة ثوارات من الخوارج والمرتدين ولكن استطاع القضاء عليها وترسيخ حكمه ولما فرغ من الجبهة الداخلية أعاد الثغور المسلمة التي استولى عليها البيزنطيون ورمم القلاع الهم ثم أخذه الآخر يلاحق فلون بن أمية ففر منه أحدهم وهو عبد الرحمن الملقب بالداخل ففر إلى مصر ثم المغرب ثم دخل الأندلس ليعيد أمجاد الأمويين من جديد ويستقل بالأندلس عن دولة الخلافة في سنة ثمان وثلاثين ومئة للهجرة بعد ست واربعين عاما من فتحها وقد تعاقب عليها ثلاثة وعشرون واليا من سنة ثنتين وتسعين إلى سنة ثمان وثلاثين ومئة للهجرة استطاع عبد الرحمن أن يرسخ ملكه في الأندلس فواجه الثورات الداخلية وأكثر في جهاد الصليبيين وبنى مسجد قرطبة الذي يعد من أكبر مساجد الأندلس وفي سنة ست واربعين ومئة للهجرة تم بناء مدينة بغداد توطد المنصور الأوضاع في البلاد وأخضع الرقاب فأراح من بعده وفي عهده نشطت الحركة العلمية بين المسلمين تأليفا وتدوينا واتسعت حتى شملت كل أنواع المعارف والعلوم فبدأت أولى الكتابات في علوم القرآن على يد مقاتل بن سليمان ثم تبعه كثير من العلماء على مر العصور كما برزت الكتابات في الفقه وظهرت المذاهب الأربعة أولها مذهب الإمام أبي حنيفة ثم ظهر بعده مذهب الإمام مالك ثم الشافعي ثم أحمد بن حنبل كما بدأت الكتابات في علم النحو على يد الخليل بن أحمد وتلميزه سبويه كان ذلك إثر ازدياد رقعة الأراضي الإسلامية وكثرة اقتلات العرب مع غيرهم فخشى العلماء من ضياع العربية وسط هذا الاندماج كما ظهرت الكتابات الأدابية ومن أشهر هؤلاء الكتاب الأديب الفارسي المسلم ابن المقفع كما ظهرت بعض العلوم التطبيقية كعلم الكيمياء الذي يعد علما إسلاميا إسما وفعلا فالعرب هم من بدأوه وكذلك سموه فاكتشفوا كثيرا من المواد الكيميائية وكذلك طرق التبخير والإذابة والتصعيد والتقطير كما بحثوا في كثير من الأحماض والمعادن وكان أول من استخدم الكيمياء علميا في التاريخ هو العالم المسلم جابر بن حيان كما برع العرب في علوم الفلك فقاموا بحساب حجم الأرض ومحيطها على أساس أن الأرض دائرية كما حددوا قطر الأرض وأقطار بعض الكواكب والتي تقارب بشكل كبير الأرقام الحديثة ومن أبرز هؤلاء العلماء إبراهيم الفزاري وأحمد الفرغاني وفي سنة ثمان وخمسين ومئة للهجرة توفي الخليفة وتولى بعده ابنه محمد المهدي كانت خلافته مرفهة عن الناس فأخرج من كان في السجون وكان يجلس للمظالم بنفسه وتوسع في العمران وزادت المساجد وفي عهده ظهرت الدولة الرسطومية بالمغرب الأوسط سنة إحدى وستين ومئة للهجرة على يد عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن الرسطوم وفي سنة تسع وستين ومئة للهجرة تولى موسى الهاد الخلافة بعد موت أبيه فلم يمكس إلا سنة حتى توفي سنة سبعين ومئة للهجرة وتولى الخلافة بعده أخوه هارون الرشيد فكان هارون كثير الصلاة والحج فكان يحج عاما ويغزو آخر فقد غزى سبع مرات وجهز عشرين حملة للجهاد في البر والبحر وازداد الرخاء في عهده فقد بلغت إرادة الدولة العباسية حوالي سبعين مليون دينار وسياسيا فقد حاول الحسين بن علي حفيد علي بن أبي طالب الخروج على الخليفة فذبح أكثر أتباعه في معركة فخ قرب مكة ولم ينج من عشرات الحسين إلا يحيا وأهوف إدريس فذهب إدريس إلى المغرب الأقصى وتحالف مع أحد ذعاماء القبائل البربر فأقام دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى في سنة اثنتين وسبعين ومئة للهجرة ثم أسس مدينة فاس لتكون عاصمة له فكانت منارة للعلم والحضارة وأنشأ مسجدها الكبير مسجد القرويين فكان يعد من أقدم الجامعات الإسلامية في التاريخ فكانت دولة مستقلة تماما عن الخلافة العباسية وفي أرض الأندلس مبن الأغلب فكانوا على علاقة طيبة مع العباسيين فمثلوا حاجزا بين الخلافة وبين دولة الأدارسة في المغرب الأقصى كان حكام هذه الدولة كثير الجهاد وكانوا يحكمون بين الناس بالعدل فأنشأوا جامع الزيتونة الذي يعد من أعظم مساجد العالم وبنيت مدينة رقادة كما جددوا بناء مسجد عقب بن نافع وفي العاصمة بغداد سنة 93 ومئة للهجرة توفي الخليفة وتولى ابنه الخليفة محمد الأمين وفي عاده حدثت فتنة بينه وبين أخيه المأمون وذلك لأن هارون الرشيد قد أعطى المأمون منطقة خراسان والري مستقلا بها عن أخيه الأمين فنشبت حرف بين الأخوين مات فيها محمد الأمين وتولى الخليفة بعده واخوه المأمون في سنة 98 ومئة للهجرة فقامت عدة ثورات على المأمون ولكن استطاع إخمادها وانتهز البزنطيون الخلافة الذي وقع بين الأخوين والإضطراب الحادثة في الآراضي الإسلامية واستولوا على عدة ثغور وبرز في عهد المأمون علم الكلام والعقائد وظهرت المعتزلة وحدث الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة ومن ثم تعيق تنع المأمون بأحد آراء المعتزلة بحكم أنه كان يحب مجالسة العلماء فظهرت محنة خلق القرآن حتى قيل عن المأمون بأنه كان فيه تشيع وعتزال وجهل بالسنة الصحيحة هذا بخلاف بن العباز جميعاً وزدت في عهده الحركة العلمية بشكل كبير كما زع صيت أهل الحديث وبرز منهم ستة محدثين الذين وضعوا الكتب الستة وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمزي والنسائي وابن ماجع كما برز مسند الإمام أحمد بن حنبل كما ازدادت المؤلفات اللغوية والمعاجم العربية بقيادة الأصمعي وأبو زيد الأنصاري فأقام المأمون بيت الحكمة وأخذ أجمع الكتب من كافة الأمصار المسلمة وغير المسلمة واستدعى المترجمين ووضع لهم ميزانية خاصة فبلغت الترجمة في تلك الفترة ذروتها وترجمت الكتب الفارسية والرومية واليونانية وتقاطر المترجمون إلى بغداد من أنحاء العالم الإسلامي وكثر في بغداد الوراقون وباعة الكتب وتعددت مجالس العلم والمناظرات وأصبح هم الناس البحث والدرس وظلت تلك النهضة بعد المأمون حتى نقلت أهم كتب القدماء إلى اللغة العربية فأوكل المأمون ترجمة علوم الفلك والهندسة إلى ثابت بن قرة عالم الهندسة الشهير من مدينة حران الشامية كما أوكل ترجمة علوم الطب إلى العالم النصراني الدمشقي يعقوب يوحنى ثم انتقل العرب من عهد الترجمة إلى عهد الريادة والتأليف فبرز كثير من الأطباء المسلمين وأشهرهم أبو بكر الرازي الذي يعد أول من أدخل العلاج بالمواد الكيميائية فكان يقوم بتجربة المركبات على القرود قبل علاج الناس بها وكذلك عميد الجراحين أبو القاسم الزهروي وابن سينة وابن النفيس وابن الجزار القيرواني فقدم هؤلاء الرواد وغيرهم خدمات جليلة للحضارة الإنسانية مسلمة كانت أو غير مسلمة كما عهد المأمون إلى عالم الرياضية محمد الخوارزمي مترجمة كتب الحساب فأنشأ علم الجبر وأدخل العرب نظام الصفر مما دعل الرياضيين العرب يحلون كثيرا من المعادلات المختلفة وأدى ذلك إلى اكتشاف الكسر العشري وفي المغرب الأوسط سنة اسنتين عشر ومائتين الهجرة فتحت جزيرة سقلية على يد الأغالبة وفي سنة ثمانية عشر ومائتين الهجرة توفي الخليفة وتولى بعده الخليفة المعتصم بالله فكان شجاعا ذاهمة يحب الجهاد ضد الروم كان جل قواده من الترك حتى أنه أقصى العرب من قيادة الجيوش لذا فقد قال المورخون فيه بأنه وحده يتحمل تبعة ما يحلل العباسيين من بعده من ضعف وهوان ثم بنى مدينة سامراء حتى تتسع لجنده من الترك وفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين الهجرة عرك المعتصم جيشا من أجل إمرأة هاشمية في أيذ الروم وفتح مدينة عمورية وازداد في عهده محنة خلق القرآن فأخذ الخليفة ينكل بالذين لم يقولوا بخلق القرآن كالإمام أحمد بن حنبل وفي سنة سبع وعشرين ومائتين الهجرة توفي الخليفة وتولى بعده ابنه هارون الواثق وفي عهده توططت أقدام الأتراك الذين أصنعهم المعتصم وصاروا أصحاب نفوذ عظيم حتى قامت ضده عدة ثورات في الشام وفلسطين والحجاز بسبب الاحتكاكات بين السكان العرب والجند الترك إلا أنه استطاع إخماد تلك الثورات وفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين الهجرة توفي الخليفة وتولى بعده ابنه المتوكل على الله فكان شديد الحب لأهل السنة فأنزل السيف عن العلماء وأخرجهم من السجون وأكرمهم وأظهر السنة على البدعة ثم هدم ضريح الإمام الحسين في كربلا لانتشار الشيعة هناك فخاف أن يفتن الناس به ثم حاول أن يقلل من نفوذ الأطراب فنقل العاصمة إلى دمشق ولكنه لم يتحمل كثيرا فعاد مرة أخرى إلى بغداد وفي الأندلس سنة ثمان وثلاثين ومائتين الهجرة بدأ التدهر ينتشر هناك بعد وفاة عبد الرحمن بن الحكم واستمر هذا التدهر قرابة ستين عاما وفي سنة سبع وأربعين ومائتين الهجرة هناك في العاصمة بغداد حاول المتوكل على الله أن يغسل قادة الأطراق ولكنهم قتلوه وتولى بعده ابنه المنتصر بعد تحالفه مع الأطراق ضد أبيه ليبدأ عصر الضعف للدولة العباسية بغداد سنة سبع وأربعين ومائتين الهجرة صلى الخليفة المنتصر يؤنب نفسه بعد قتل أبيه حتى وفته المنية بعدها بسنة وتولى بعده المستعين بالله سنة ثمان وأربعين ومائتين الهجرة كان ذلك باختيار من القادة الأطراق لألا يتولى أحد من أبناء المتوكل حتى لا يغتالهم بدم أبيه فانتشرت الفتن الداخلية في عهده كما ضعفت قوى المسلمين على الحدود مع الروم وفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين الهجرة توفي الخليفة وتولى بعده المعتز بن المتوكل فلم يكن في عهده سوى مزيد من ضعف الخلافة العباسية وتنازع الجند الأطراق والمغاربة فانتهى الأمر بخلعه بعدها بثلاثة سنوات وفي سنة أربعين وخمسين ومائتين الهجرة قامت الدولة الطولونية بمصر على يد أحمد بن طولون التي كانت في بداية الأمر تابعة للدولة العباسية وبعد أن تم عزل الخليفة توالى بعده الخليفة محمد بن المهتدي سنة خمسين وخمسين ومائتين الهجرة فكان من صالح بن العباس فكان يجلس للعامة والخاصة للمظالم فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فأحبه كثير من الناس ولكن أمور الدولة لا تزال يتحكم فيها الخلافات بين الأطراق ومع ذلك فقد أراد الجند أن يقف مع الخليفة ضد نفوذ الأطراق ولكن لم يكن قويا فخلعه الأطراق قبل أن يطيح بهم ومات بعدها بأيام سنة ست وخمسين ومائتان الهجرة وتولى بعده المعتمد على الله بن المتوكل تولى أخاه أبا أحمد طلح بن المتوكل قيادة الجيش فتحسن الأمر بعض الشيء فكان أخوه غزير العقل يجلس للمظالم بنفسه وكان عالما بالأدب والفقه والسياسة وفي عهده قامت الدولة السامينية ببلاد ما وراء النهر سنة إحدى وستين ومائتين الهجرة التي تشمل أجزاء من الهند والأفغان وخرسان على يد نصر بن أحمد الذي ينتسب إلى قرية سامان بالقرب من سمرقند عينه الخليفة واليا على هذه البلاد فكان شديد الولاء للخلافة وكان من أهل السنة فأحسن إلى الناس ودخل جمع كثير في الإسلام في عهده وانتشرت الحركة العلمية في عهد هذه الدولة انتشارا واسعا وفي عهد المعتمد ظهرت فرقة القرامطة بالبحرين والعراق والشام والتي تعد من أخبث فرق الشيعة كما برزت الشيعة الإسماعيلية في بلاد المغرب العربي وفي سنة أربع وستين ومئتين الهجرة دخلت الشام في حوزة الدولة الطولونية بعد التنافر الذي حدث بين الخليفة وأحمد بن طولون فبالغ ابن طولون بالمعمار وأحسن إلى الناس واتسع ملكه اتساعا عظيما حتى بلغ خراج مصر أربعة ملايين دينار كان ذلك أكثر من خراج الخلافة العباسية نفسها وفي سنة سبعين ومئتين الهجرة مات أحمد بن طولون فخلفه ابنه خماروي فصار في الناس سيرة أبي فحاربه أمراء الموصل ودمشق واتفقوا مع الخليفة بأن يخرجوه من الشام ويردوها إلى الخليفة ولكن خماروي انتصر عليهم فمعقد بينه وبين الخليفة صلح على ما تحت يديه من أرض وفي سنة تسع وسبعين ومئتين الهجرة تؤفي الخليفة وتولى بعده المعتضد بالله أبي العباس كان من خيار خلفاء بن العباس عادلا قويا يهابه الناس فكانت أيامه مليئة بالأمن والرخاء فجدد ملك بن العباس وإن شئت فقل أنه لا يستحق التواجد في هذه الحقبة الضعيفة من خلفاء بن العباس فجدد الدين ومنع البدع وكان يمسك عن الإصراف في الموارد في غير محلها كما برزت الحركة العلمية في عهده بروذا كبيرا فظهر الإمام الكبير أبو جعفر الطبري الذي يعد أبا المفسرين وأبا المؤرخين المسلمين كما تزوج الخليفة ابنة خماروي وحسن العلاقة بينه وبين الدولة الطولونية وزاد الغزو في عهده لبلاد الروم وبلاد ما وراء النهر على يد الطولونيين والسامنيين ثم توفي في سنة تسع وثمانين ومئتين الهجرة وتولى بعده الخليفة المكتفي بالله انتكست البلاد في عهده وازدادت الصراعات بين ذوي النفوذ بالدولة ثم توفي سنة خمس وتسعين ومئتين الهجرة وتولى بعده الخليفة جعفر المقتدر بالله فكان سنه ثلاثة عشر سنة حتى سقطت هيبة الخلافة في عهده وفي المغرب الأقصى سنة ست وتسعين ومئتين الهجرة قامت الدولة الفاطمية العبيدية على أنقاض دولة الأغالبة بعد حرب دامت خمس سنوات على يد عبد الله الشيعي قائدا للجيش وعبيد الله أميرا الذي ادعى أنه من نسل فاطمة بنت رسول الله وأعلن نفسه خليفة للمسلمين غير أنه قيل فيه بأنه يهودي الأصل تزامن مع هذا في الأندلس عهد قوة جديد على يد عبد الرحمن الناصر في مطلع القرن الرابع الهجري سنة ثلاثمائة للهجرة عاد فيها عبد الرحمن وحدة أراد الأندلس بعد تقسيمها إلى دويلات وبعد أن استتب له الأمر داخليا وخارجيا أعلن نفسه هو الآخر خليفة للمسلمين خوفا أن يصير الأمر لعبيد الله الشيعي ثم أخذ في بناء مدينة الزهراء التي تعد من أعجب ما أنشاه الإنسان على الأرض وقتها وفي سنة اثنتين عشر وثلاثمائة للهجرة استطاع عبيد الله الشيعي إخضاع المغرب كله بعد عدة حروب مع الأدارسة وعقدوا صلحا بشرط التابعية للدولة الفاطمية وفي الحجاز سنة تسعة عشر وثلاثمائة للهجرة ازداد خطر القرامطة حتى أنهم قتلوا الحجاج في بيت الله الحرام وصرقوا الحجر الأسود وهدموا بئر زمزم وأخذوا يرهبون الناس في جميع الأمصار وفي بغداد سنة عشرين وثلاثمائة للهجرة قتل الخليفة على يد قائد الجيش مؤنس الخادم بسبب قره الجند له لضعفه وتولى بعده أبو محمد القاهر فقتل القاهر قائد الجيش مؤنس الخادم ونكل بكل من كان في السلطة وقتها فلم يبقى منهم إلا وزيره ابن مقلة ولكنه انقلب عليه في النهاية وقلعه سنة اثنان وعشرون وثلاثمائة للهجرة وتولى بعده الخليفة الراضي أبو العباس باختيار من ابن مقلة ولكنه سرعان منقلب على ابن مقلة وسجنه وضعفت الدولة في عهده ضعفا شديدا وزاد الفساد المالي والإداري وفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة للهجرة قامت الدولة الإخشيدية بمصر والشام على يد محمد بن طغي الإخشيدي بعد أن ولاه الخليفة ولاية مصر والشام بعد أن صد هجوم الدولة الفاطمية فكانت علاقته مع الخلافة علاقة ولاء كامل وبالجملة فقد كان أولاة هذه الدولة متدينون محبين العلماء والأدباء وأهل القرآن فكانت مصر في عهدهم تنعم بالاستقرار والرخاء وعلى مدار سنوات صدت هذه الدولة هجوما من القرامط من ناحية الشرق ومن الفاطمين من ناحية الغرب ومن بلاد النوبة من ناحية الجنوب وفي بغداد سنة تسع وعشرين وثلاثمائة للهجرة توفي الخليفة وتولى بعده براهيم المتقين الله فكان كسابقه ضعيفا بل كسرت هيبة الدولة في وقته فأغار الروم على بلاد المسلمين وقتلوا وسبوا ما شاء لهم هواهم أن يفعلوا وصار العباسيون لا يتحكمون إلا في بغداد وهمذان وأجزاء من الشام والأناظول وجزيرة العرب يتحكم فيها القرامطة وحكم مصر والشام للدولة الإخشيدية والمغرب الأقصى للفاطمين والأذارسة والأندلس للأمويين وأقصى الشرق في بلاد ما وراء النهر تحت راية الدولة السامنية بغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة للهجرة توفي الخليفة المتقي لله وتولى بعده الخليفة المستكفي بالله وفور توليه للحكم كان آل بويه ببلاد ما وراء النهر ازدادت قوتهم فأرسلوا جيشا للسيطرة على بغداد فعندما وصلوا إلى بغداد استقبلهم الخليفة المستكفي بالله فبايعه أحمد بن بويه وحلف له بالخلافة وحلف الخليفة له بالسلطنة فصار سلطان آل بويه على ثلاثة مناطق عماد الدولة علي البويهي على بلاد فارس والأهواس ورقن الدولة الحسن البويهي على الري ومعز الدولة أحمد البويهي على العراق لتبدأ المرحلة الثانية من عصر ضعف الخلافة العباسية وهي مرحلة سيطرة البويهيين الفارسيين فظلت الخلافة العباسية سورية كان الخليفة جليس القصر لا يغادره ومن يتحكم في الأمر هم آل بويه الشيعة فضعفت الدولة ضعفا شديدا وقلت هيبتها وبعد أن تولى معز الدولة السلطنة غدر بالخليفة وعزله وتولى بعده الخليفة الفضل المطيع لله سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة للهجرة عانى الخليفة من شغب الجند فأقطعهم أملاكا كثيرة معم الغلاء والنهب في البلاد اشتد الفقر في بغداد حتى أكل الناس الميتة والكلاب وازدادت الأمراض والأوبئة كان الوضع في بلاد المغرب شبيها بما يحدث في عاصمة الخلافة فيربما تشابه عقيدة حكام تلك المناطق كان عاملا رئيسيا في تدني الأوضاع فازدد استياء قابائل البربر من معاملة الدولة الفاطمية فقاموا بعدة ثورات ولكن فشلت تلك الثورات ورغم محاولات حكام هذه الدولة تحقيق الاستقرار لهم في بلاد المغرب إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك فكلما أخمد الثورة ظهرت أخرى وفي سنة خمسين وثلاثمائة الهجرة توفي عبد الرحمن الناصر خليفة المسلمين بالأندلس وتولى بعده ابنه الحكم بن عبد الرحمن كان عالما يحب العلماء ضمن الصليبيون فيه اللين فحاولوا الإغارة على ثغور المسلمين ولكنه استطاع إخطاعهم ثم قام ببناء مكتبة الحكم بقرطبة وكانت تضم أكثر من أربعمائة ألف مجلد من كافة المجالات وكان يتوافد إليها العلماء من كل أوروبا وتحول جامع قرطبة إلى جامعة كبيرة يأتيها العلماء والطلاب من كل مكان وفي مصر سنة سبع وخمسين وثلاثمائة للهجرة مات كافور الذي كان يقوم بالوصاية على الحاكم الإخشيدي فتردت الحالة الاقتصادية بمصر وحل الوباء والقحت في البلاد فاستغل الفرصة المعز لدين الله الفاطمي فدخل مصر في سنة ثماني وخمسين وثلاثمائة للهجرة دون مقاومة من المصريين فزاد نفوذ الشيعة في مصر فتقلدوا المناصب العلياق القضاء والوزارة واتخذت المساجد فرصة لتشيع المصريين فقاموا بنقش سب الصحابة على الجدران وظهر الاحتفال بالمولد النبوي ومولد ابنته فاطمة وعلي وأبدل الأذان ليصبح حيا على العمل وعندما ذهب المعذ لدين الله الفاطمي إلى مصر عين بالكين يوسف أبو الفتوح من بني زيري واريا على المغرب سنة اثنتين وستين وثلاثمائة للهجرة وبهذا نشأت دولة بني زيري لتكون أول دولة ينشئها البربر بعد إسلامهم فكانوا على ولاء ومنهج الفاطميين وفي بغداد سنة ثلاث وستين وثلاثمائة للهجرة اعتزل المطيع الخلافة فسار الأمر إلى الخالفة أب الفضل الطائع لله وفي أقصى الشرق سنة ست وستين وثلاثمائة للهجرة تولى سبكتكين إمارة غزنة تركية ومعها قامت الدولة الغزناوية بالهند وخرسان استطعت هذه الدولة القيام بكثير من الفتوحات في بلاد الهند والترك وإدخال كثير من الناس الإسلام فكانت معقلا للعلماء والأدباء وكانت على ولاء تام للخلافة واستمرت قرابة قرنين من الزمن وفي نفس السنة لكن هناك في أقصى الغرب في بلاد الأندلس توفي الحكم بن عبد الرحمن وكان آخر الأمراء الحقيقيين في بني أميا في الأندلس وتولى بعده ابنه هشام ولكن السيطرة كانت لوزيره محمد بن أبي عامر الذي أقام الدولة العامرية في الأندلس والتي استمرت حوالي خمسة وثلاثين عاما كان ابن عامر يغزو في كل عام غزوتين واستمر في الحكم قرابة خمس وعشرين عاما فلم يهزم قط في الخمسين غزوة وفي العاصمة بغداد سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة للهجرة خلع الخليفة من خلال آل بوي وعين مكانه القادر بالله ابن إسحاق وفي مصر سنة ست وثمانين وثلاثمائة للهجرة زهرت فرقة الدرزية وهي من أخبث فرق الشيعة فجعل الحاكم بأمر الله الفاطمي إلها وهناك في الشرق سنة تسع وثمانين وثلاثمائة للهجرة انتهت الدولة السامنية في بلاد ما وراء النهر على يد الدولة الغزنوية ليصير سلطان بلاد ما وراء النهر تحت قيادة الدولة الغزنوية التي كانت شديدة الولاء للخلافة ثم صار السلطان محمود الغزنوي إلى الهند فاخترقها وفتح بلادا كثيرة وصالح ملكهم على الجزية وفي الأندلس سنة تسع وتسعين وثلاثمائة للهجرة انتهت الدولة العامرية في الأندلس وبدأ الانهيار الثاني مما أدى إلى انقسام أراضي المسلمين إلى إمارات وطوائف وفي المغرب سنة ست واربعمائة للهجرة ألغى المعز شرف الدولة قائد دولة بنزيري المذهب الشيعي وأعلن الولاء للدولة العباسية وصارت القيروان في عهده وجهة للعلماء والأدباء وفي العاصمة بغداد سنة 224 للهجرة توفي الخليفة القادر بالله وتولى بعده أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله يترك دولة لا تسيطر إلا على بغداد وفارس تحت استبداد شيعي لآل بوي يقابلها سيطرة شيعية أخرى من الفاطميين تشمل الشمال الإفريقي كله ومصر وأجزاء من الشام والحجاز وأما بلاد ما وراء النهر والهند فكان تحت حكم الغزنويين وحكم الأندلس في أقصى الغرب فكان قد تشتت تحت راية ملوك الطوائف وانقسمت دولة المسلمين إلى أكثر من خمسة عشر دولة أقصى الغرب سنة سبع وعشرين وأربعمائة للهجرة كانت بداية بذرة جديدة للمسلمين في بلاد المغرب العربي بقيادة الأمير يحيى بن إبراهيم أمير قبيلة جدالة ومعلمه الشيخ عبد الله بن يسين فأقاموا دولة المرابطين بالمغرب الأقصى وشمال السنغال وتولى قيادتها بعد ذلك أبو بكر لمتوني والقائد يوسف بن تشفين نائبا له وفي أقصى الشرق سنة تسع وعشرين وأربعمائة للهجرة كانت بداية بذرة أخرى في بلاد المسلمين فقامت الدولة السلجوقية بقيادة تغر البك بعد أن استولى على مر ثم نيسابور ثم جرجان ثم طبرستان ثم كرمان ثم خوارزم وأصبهان واتسع ملكه اتساعا عظيما في بغداد كان آل بويه يلتقطون أنفاسهم الأخيرة فتجاوزوا الحدود وأخذوا يعلقون عبارات التشيع في كل مكان فنشبت حرب بين السنة والشيعة واستمر القتال حتى بعث الخليفة إلى تغر البك السلجقي فدقل بغداد سنة سبع وأربعين وأربعمائة للهجرة وأمر آل بويه بالخضوع له وبذلك انتهى عهد البويهيين والشيعة في بغداد لتبدأ المرحلة الثالثة من عصر ضعف العباسيين وهي عهد نفوذ السلاجقة الأتراك وبالعودة إلى إفريقيا سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة للهجرة تمكن أبو بكر اللامتوني قائد دولة المرابطين من فتح وسط إفريقيا وتوجه إلى الدعوة وترك قيادة المرابطين ليوسف بن تشفين فقام ابن تشفين بتوحيد القبائل المغربية ثم أخذ في تأسيس مدينة مراكش وجعلها عاصمة لدولته وفي بغداد سنة خمس وخمسين وأربعمائة للهجرة توفي السلطان تغر البك وتولى بعده واحد من أعظم القادة المسلمين على الإطلاق ألب أرسلان أخذ في تحسين أوضاع المسلمين بعد التشتت والجهل الذي حدث في عهد البويهيين فبنيت المدارس النظامية وأسس نظاما للجند وقرب العلماء فأحدث نهضة دينية وجهادية وعلمية كبيرة في البلاد حتى جاءت سنة ثلاث وستين وأربعمائة للهجرة كانت معركة ما لا ذكرت بعد أن أعد ملك الروم جيشا قوامه مئتي ألف مقاتل ليبيد الإسلام وأهله فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيشه وكان قوامه عشرين ألف مقاتل بمكان يدعى الزهوة فانتصر المسلمون انتصارا ساحقا في يوم من أيام المسلمين ثم توفى السلطان ألب أرسلان سنة خمس وستين وأربعمائة للهجرة وتولى بعده السلطان ملك شه فكان سلطانا عادلا مجاهدا خضع له ملوك الشرق والغرب فكان يخطب له على حدود الصين ويأخذ الجزية من الروم في الغرب ويدعى له في اليمن في الجنوب فأكثر العمارة وشق الأنهار وتسوية الطرق المؤدية إلى مكة وكان من وزرائه الوزير نظام الملك الطوصي كان رجلا من القراء الفقهاء يجالس العلماء ففتح المدارس النظامية وانتشر العلم في وقته انتشارا كبيرا وأسقط عن الناس الضرائب والمكوس وانتشر العدل والرخاء في البلاد وفي سنة سبع وستين وأربعمائة للهجرة توفي الخليفة القائم بأمر الله فلم يبلغ أحد قبله هذه المدة من الحكم ثم كانت الخلافة بعده للمقتدي بأمر الله فكان شجاعا يهابه الناس فكانت هذه الحقبة الزمنية مليئة بالعدل والجهاد والرخاء والعلم فكان على رأسها الخليفة المقتدي بأمر الله والسلطان ملك شاه السلجقي والوزير نظام الملك الطوصي وفي المغرب العربي يوسف بن تشفين قائدا للمرابطين وفي سنة خمس وسبعين وأربعمائة للهجرة توحد المغرب الأقصى على يد يوسف بن تشفين قائد دولة المرابطين وقويت شوكته وصار من القوى العظمى في الغرب ومن ثم فقد استغاث به المسلمون في بلاد الأندلس فدخلها فكانت معركة الزلاقة سنة تسعين وسبعين وأربعمائة للهجرة التقى فيها الطرفان واقترح النصارى أن لا يكون يوم الجمعة لأنه يوم عيد للمسلمين غير أنهما حان يوم الجمعة وقرج المسلمون للصلاة حتى بدأ هجوم النصارى غير أن المعتمد بن عباد أحد ملوك الطوائف في الأندلس كان يخشى خضيعة النصارى فقد بقى حاملا لسلاحه هو جنوده وتصدوا للنصارى وما أن انتهى المرابطون من الصلاة حتى أفنوا جيش النصارى وما أن عاد بن تشفين إلى المغرب حتى ساء الحال في الأندلس مرة أخرى واستنجد به ملوك الطوائف فعاد يوسف ولكن هذه المرة أغار على ملوك الطوائف لضعفهم وكذلك أغار على النصارى ووحد الأندلس مع المغرب تحت راية المرابطين سنة أربع وثمانين وأربعمائة للهجرة لم يستمر الأمر كثيرا فتلك هي سنة الحياة ففي سنة خمس وثمانين وأربعمائة للهجرة تغفي ملك شاه وترك بعده أربعة أولاد فقاسم الملك بعد موت أبيهم فكان بينهم حروب إلى أن تم التصالح بينهم كلا على ما تحت يديه من ملك فسار هناك أربع ممالك للسلاجقة سلاجقة كرمان في بلاد ما وراء النهر وسلاجقة العراق وسلاجقة الشام وسلاجقة الروم بالأناظول وفي عاصمة الخلافة سات سبع وثمانين وأربعمائة للهجرة تغفي الخليفة يتولى بعد الخليفة المستظهر بالله ليترك دولة يحكمها السلاجقة من بلاد ما وراء النهر شرقا إلى قونيا بالأناظول غربا ومن جزيرة العرب جنوبا إلى خوارزم شمالا وأما حكم مصر فكان تحت راية الفاطميين والمغرب الأوسط لبني زيري والمغرب الأقصى والأندلس للمرابطين وأقصى الشرق في الهند ووسط أسيا تحت حكم الغزناويين في الوقت الذي كانت الحروب مستمرة في شرقي العالم الإسلامي كانت مستمرة في غربيه في الأندلس وكانت الأيام دولا بين الفريقين وبعد حدوث معركتي ملاذ كارت في الشرق والزلاقة في الغرب كان الحقد الصليبي بلغ منتهاه فبعد ضعف كبير وصل إليه البيزنطيون وخصارة كثير من الأراضي والقلاع أمام السلاجقة واقتراب المسلمين خطوة بخطوة من القسطنطينية لم يكن أمام الإمبراطور البيزنطي غير الاستنجاد بالغرب الكاثوليكي وبالفعل سرعان ما استجاب له البابا إربان الثاني بعد أن تولى قيادة الكنيسة الكاثوليكية فأخذ يحث الناس على قتال المسلمين ودخول بيت المقدس وكسب الغنائم في تلك الأراضي الإسلامية المليئة بالثروات فاستجاب له الناس ففي سنة تسع وثمانين وأربعمائة للهجرة قامت أولى الحمالات الصليبية فتحرقت الجيوش وتقدمها جيش يغلب عليه السوق وقطع الطرق فعاثوا في الأرض فسادا ونهبوا كل ما في طريقهم حتى القرى المسيحية لم تسلم منهم واشتكى منهم إمبراطور القسطنطيني حتى بخلوا ذيار المسلمين فسحقهم سلاجقة الروم في نيقية ولكن تبعهم الجيوش النظامية التي كان قوامها 250 ألف مقاتل استطاعوا إسقاط نيقية والتوغل في أراضي المسلمين فأسقطوا الرهى وأنطاقيا وتمت معاهدة بين الفاطميين والصليبيين على أن يكون شمال الشام للصليبيين والجنوب للفاطميين ولكن لم يرى الصليبيون عهودهم للفاطميين فدخلوا بيت المقدس وقتلوا فيه أكثر من سبعين ألفا من المسلمين سنة 92 واربعمائة للهجرة فاستطاعوا بذلك تأسيس أربع إمارات صليبية بهذه الحملة وهي الرهى وأنطاقيا وطرابلس وبيت المقدس أخذ علماء المسلمين يحثون الناس على جهاد الروم واسترداد ما سلب من الأراضي الإسلامية فلم يستجب من حكام المسلمين سوى حاكم الموصل مودود بن التنتكين فحاصل مدينة الرهى واستطاع أن يهزم جيشها فالتف الناس حوله وأقبلوا عليه من كل مكان ليكمل الجهاد فخرج سنة سبع وخمسمائة للهجرة إلى بيت المقدس ولكن حدث الطراب في جيشه فعاد ليجمع صفوفه في دمشق فما لبث أن اغتاله أحد الشيعة الإسماعيلية وفي بغداد سنة 12 وخمسمائة للهجرة توفي الخليفة وتولى بعده الخليفة المسترشد بالله حاول أن يعيد شيئا من مجد أهل بيته لكن القدر حال بينه وبين ما أراد فكان حينها قتال مستمر بين سلاجقة كرمان وسلاجقة العراق فأراد الخليفة أن يتم الصلح بينهم وأن يكون للخليفة دور في الحكم فأراد جيشا بنفسه لمحاربة المخالفين لكن جيش الخليفة لم يصمد كثيرا وسيطر عليه جيش السلاجقة في سنة 21 وخمسمائة للهجرة قينا عماد الدين زنكية على إمارة الموصل من قبل السلطان محمود السلجقي لتقوم الدولة الزنكية ثم في بغداد مرة أخرى حاول الخليفة أن يسيطر على العاصمة بجيشه ولكن كانت الخيانة من بعض الجند والقادة فخلع عن الخلافة وتولى بعده ابنه الذي دخل في مواجهة مباشرة مع السلطان مسعود السلجقي فخلع هو الآخر بعد 11 شهر وتولى بعده المقتفي لأمر الله سلت ثلاثين وخمسمائة للهجرة باختيار من السلطان مسعود السلجقي لتقل الإضطرابات الداخلية وفي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة للهجرة استطاع عماد الدين زنكي استرداد أولى الإمارات التي قد وقعت في أيدي الصليبيين وهي إمارة الرهاء فأتبعها لإمارة الموصل وأخذ يعد في الجيوش لملاقات الصليبيين ويحث الناس على الجهاد إلى أن قتل سنة إحدى وأربعين وخمسمائة للهجرة على يد الشيعة الباطنية وتولى بعده نور الدين محمود على حلب وسيف الدين غازي على الموصل وفي نفس السنة هناك في غرب الأمة سقطت دولة المرابطين بالمغرب والأندلس فكانت دولة جهاد من مبدأها إلى منتهاها وظهرت قوة جديدة وهي قوة الموحدين بقيادة محمد بن تومرت فسيطروا على المغرب الأقصى والأوسط والأندلس وفي الشرق سنة ثلاث واربعين وخمسمائة للهجرة كانت الحملة الصليبية الثانية التي تحركت من أوروبا لكي تستردرها وتعزز موقفها بعد ظهور الدولة الزنكية فحاصروا دمشق استغاث مجير الدين صاحب دمشق بنور الدين محمود فذهب نور الدين بجيشه وأباد جيش الصليبيين وفي سنة ثمان واربعين وخمسمائة للهجرة استطاع الصليبيون أن يستولوا على عسقلان ليكون ساحل الشام وفلسطين تحت إمارتهم وبسطوا سيطرتهم على حاكم دمشق لضعفه فكانوا يأخذون منه ومن الأهالي الإتاوات الأمر الذي أزعج نور الدين محمود كثيرا فأراد أن يدخل دمشق ويضمها إلى حكمه فأرسل حاكم دمشق إلى الصليبيين يستعين بهم على نور الدين محمود ولكن أهل دمشق فتحوا الأبواب لنور الدين سنة تسع واربعين وخمسمائة للهجرة فأصبح ملك الشام للدولة الزنكية واستطاع المسلمون أن ينزلوا كثيرا من الخسائر على الإمارات الصليبية وفي شرق العالم الإسلامي سنة خمسين وخمسمائة للهجرة قامت الدولة الغورية بجانب الدولة الغزنوية ودارت بينهم عدة معارك حتى سيطر الغوريون على أملاك الدولة الغزنوية وكذلك بعض أملاك السلاجقة حتى صار ملكهم يمتد من نيسابور إلى بلاد الهند فاستطاعت هذه الدولة فتح الهند بأكملها وحطمت أصنام البوزية واستعملت أحجارها في بناء المساجد واتخذت دهلي عاصمة لها وبني مسجدها المشهور قطح منار وبها بدأ تاريخ الهند الإسلامي وفي بغداد سنة خمسين وخمسمائة للهجرة توفي الخليفة وتولى بعده المستنجد بالله وكان يعد من أفضل خلفاء العباسيين في تلك الحقبة من سيطرة السلاجقة وأصبح العالم الإسلامي يحكمه في الشرق الغوريون والسلاجقة من بلاد موراء النهر إلى الأناضول غربا ومن بغداد شمالا إلى جزيرة العرب جنوبا تحت أربع إمارات وكان حكم الموصل والشام تحت راية الزنكيين وحكم مصر تحت راية الفاطميين والمغرب الأوسط والأقصى والأندلس تحت راية الموحدين مصر سنة ثمان وخمسين وخمسمائة للهجرة أزل شاور السعدي وزير الدولة الفاطمية فلاجأ إلى نور الدين محمود صاحب دمشق أن يمده بجيش ليستعيد نفوذه على مصر بعث نور الدين جيشا إلى مصر بقيادة أسد الدين شيروكوه وابن أخيه صلاح الدين الأيوبي فاستنجد قائد الجيش الفاطمي بالروم وبالفعل أمدوه بجيش ودارت عدة معارك انتهت بالصلح بين الطرفين ولكن كعادت النصارى بأنهم لا يبقون على أي صلح فقد نقضوا الصلح فأمد نور الدين القائد شيروكوه بجيش آخر فدخل القاهرة سنة أربع وستين وخمسمائة للهجرة ليكون وزيرا للعادد الفاطبي فاستطاع أن يقبض على زمام الأمر بالدولة وبعد ثلاثة أشهر توفي شيروكوه وتولى بعده صلاح الدين الأيوبي وزيرا للدولة فبدل الأموال للناس فأحبوه وأسند المناصب لأصحابه الذين يثق بهم واستطاع صلاح الدين أن يقضي على نفوذ الدولة الفاطمية ثم بدأ صلاح الدين بالقضاء على عقيدة الشيعة بمصر ففتح مدارس لتعليم المذاهب الأربعة وعذل قضاة الشيعة وأعاد المذهب السني ثم أرسل النور الدين محمود إليه بأن يجعل الخطبة باسم الخليفة العباسي بدلا من الخليفة الفاطمي ففعل وبذلك انتهى حكم الدولة الفاطمية والمذهب الشيعي بمصر والشام وأصبح ملك نور الدين قد امتد من حد النوبة إلى همذان لا يتخلى لها إلا الإمارات الصليبية التي كانت تحت قهره وهدنته وفي بغداد سنة 66 و 500 للهجرة توفي الخليفة وتولى بعده الخليفة المستضيء بأمر الله ثم في سنة 68 و 500 للهجرة توفي السلطان المجاهد نور الدين محمود مات وقد أظهر ببلاده السنة وأمات البدعة وقد أعاد الأذان إلى حي على الفلاح بعد أن كان حي على العمل في عهد الشيعة مات وقد أنشأ المدارس بالشام لتعليم القرآن والعلوم الدينية قال عنه ابن الأثير وهو من المؤرخين المعاصرين لنور الدين محمود لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدين محمود ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه فوضع للناس المكوس والضرائب فقد كان فقيها على مذهب الإمام أبي حنيفة يحب مجالسة العلماء ويحب إكرامهم فقد بنى دارا لسماع الحديث وتعليمه ومن أشهر العلماء في عصره أبو الفرج بن الجوزي في الفقه والحديث والتفسير والطب والإمام الشطبي في القراءات والفخر الرازي في علم التفسير وأبو العزي الجزري الذي يعتبر من أعظم المهندسين والمخترعين في التاريخ وأبو الواليد بن رشدي الأندلسي في الطب والفلسفة وابن رومي الأندلسي وابن علي الصوري وابن البيطار في علم الأعشاب والطب وعسكريا فقد كان نور الدين محمود مهيبا وقورا شديد الهيبة في قلوب الأمراء شجاعا لم يرى على ظهر فرس أثبت منه وفي بغداد سنة 75 و 500 للهجرة توفي الخليفة وتولى بعده ابنه الناصر لدين الله وفي سنة 82 و 500 للهجرة اعتدى حاكم الكرك على قافلة الحجاج المسلمين وقال الأسرى إن كنتم تعتقدون بمحمد فادعوه الآن يفك أسركم فلما وصل الخبر إلى صلاح الدين الأيوبي أقسم لئن أسره ليقتلنه بيده فأخذ صلاح الدين يجهز الجيوش ثم قامت معركة حطين في سنة 83 و 500 للهجرة قاتل فيها الطرفان قتالا عظيما حتى نصر الله جند الإسلام وأسر ملك بيت المقدس وملك الكرك فقام صلاح الدين وأهان صاحب الكرك على سوء فعله وتطاوله على مقام النبوة ثم ضرب عنقه تنفيز الوعدة فارتعب ملك بيت المقدس فقال له صلاح الدين لم تجري عادة الملوك أن يقتل الملوك وأما هذا فإنه قد تجاوز حدا ثم فتح صلاح الدين صور وتبنين وصيدا وجبيل وبيروت وعسقلان حتى يحاصر بيت المقدس من كل اتجاه فكان لا يريد أن تراق به الدماء وفي يوم الشمعة في السابع والعشرين من رجب كانت أول خطبة بالمسجد الأقصى بعد فتحه ثم قام صلاح الدين بمد سلطانه إلى الشام والموصل والحجاز واليمن ووحد الأمة من جديد مع استمرار ولائه للخليفة العباسي ببغداد وفي سنة 85 وخمسمائة للهجرة حاول الصليبيون تنفيذ حملة صليبية ثالثة إلا أنها لم تكتمل وحدث تنافر بين قادة الحملة ولكن استطاعوا إسقاط عكة واستمرت المناوجات بين الطرفين فترة إلى أن تم الصلح بين صلاح الدين الأيوبي والصليبيين الذي يسمى صلح الرملة وفي سنة 89 وخمسمائة للهجرة توفي الملك المجاهد صلاح الدين الأيوبي مات محرر بيت المقدس ولم يترك في خزانته سوى 47 درهما ودنارا واحدا مات وقد امتد ملكه من مصر إلى الشام شرقا ومن الموصل إلى اليمن جنوبا لا يتخلى له إلا إمارة عكة الصليبية كان هذا هو الوضع في وسط العالم الإسلامي أما في الشرق فكان سلطان الخوارزميين يمتد ويزداد قوة فيما يزداد السلاتقة ضعفا حتى كانت سنة 90 وخمسمائة للهجرة حيث استطاع خوارزمي شاه على الدين دخول بقداد والقضاء على السلطان السلجقي ثم قضى على الدولة الغورية ليحكم دولة تشمل إيران والهند وبلاد ما وراء النهر يصل بحدوده إلى دولة منغوليا أما في الغرب فكان الوضع كغيره من الأمصار ففي سنة 91 وخمسمائة للهجرة كانت معركة الأرك بين دولة الموحدين والصليبيين في الأندلس بقيادة السلطان الموحد أبي يوسف المنصور وانتصر فيها المسلمون انتصارا عظيما ركن الصليبيون بعد الأرك إلى المهادنة في انتظار الفرصة السانحة ليوثوب مرة أخرى فعند ازدياد الثورات على دولة الموحدين قام الفنس الثامن بطلب المعونة من البابا الذي كان يملأه أحقاد كبيرة تجاه المسلمين الذين أفشروا الحمالات الصليبية في الشرق وحرروا بيت المقدس فوافق البابا على طلبه وأعلن شن حرب صليبية ضد مسلم الأندلس فانضم لألفنس آلاف المتطوعين من فرنسا وألمانيا وهولندا وإنجلترا الذين زاقوا مرارة الهزيمة في الشرق ففي سنة تسع وستمائة للهجرة كانت موقعة العقاب بين جيش الموحدين والصليبيين انعزم فيها المسلمون وبدأ المسلمون في فقد السيطرة على بلاد الأندلس وصار حكم المسلمين هناك لبن الأحمر في مملكة غرناطة وبعض المناطق يحكمها الموحدون وبدأ ظهور الحفصيون في ليبيا وتونس وظهور الزيانيون والدولة المدينية بالمغرب الأقصى وعم الابتهاج والفرح في أنحاء أوروبا من جديد وفي سنة أربعة عشر وستمائة للهجرة حاولت أوروبا الغربية القيام بحملة صليبية رابعة إلا أنها تحولت إلى تخريب وعدوان بالقسطنطينية لتستولى الكنيسة الكاثوليكية الغربية على الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وتعمق الخلاف بين مسيحي الشرق ومسيحي الغرب حتى تمنى البيزنطيون أن لو كانت القسطنطينية وقعت في أيدي المسلمين وأصبحت ديار المسلمين تحت حكم أهل السنة فحكمت الدولة الخوارزمية من بلاد ما وراء النهر وأوساط أسيا إلى بقداد وشرق الأناظول أما غرب الأناظول فكان تحت راية سلاجقة الروم ومصر والشام والحجاز تحت راية الأيوبيين والمغرب الأقصى والأوسط تحت راية الموحدين أقصى شرق العالم كانت هناك قيامة لإحدى القوى العظمى التي قامت على أنقاد وجماجم الأمم الأخرى ألا وهي قوة الماغول الذين كانوا قبائل متفرقة فجمعهم جنكيس خان فهارب الترك واستطاع أن ينتصر عليهم فكون مملكة واسعة ووضع كتابا يدعى الياساق كانوا يرجعون إليه في معاملتهم وأحكامهم فكان عندهم مثل القرآن عند المسلمين كان بين جنكيس خان وخوارزمشا صاحب الدولة الخوارزمية وفاق إلى أن أتت سنة 15 و600 للهجرة لما صافر تجار من بلاد التاتار إلى بلاد خوارزمشا فقتل أحد أولاة خوارزمشا هؤلاء التجار وأخذ أموالهم فزحف جيش جنكيس خان حتى بلغ بخارة فدخلها التاتار سنة 16 و600 للهجرة وقتلوا كل من فيها ونهبوا الديار فأصبحت المدينة قاوية كمدينة الأشباح ونتيجة لهذا الاجتياح التاتري الغاشم ففي سنة 17 و600 للهجرة فر أغلب قبائل الأتراك تاركين موطنهم الأصلي في شرق آسيا إلى الأناظول ومن ضمن هذه القبائل كانت قبيلة قاي بزعامة سليمان شا الذي استقر مع قبيلته في منطقة الأخلاط ثم بعد وفاة سليمان تحرك ابنه أرتغرل بقبيلته إلى غرب الأناظول وتحالف مع قائد سلاجقة الروم على الدين فأقطعه أردا له ولنسله لم يقف أعداء الإسلام في الغرب يتابعون الاجتياح التاتري على الأراضي الإسلامية ففي سنة 18 و600 للهجرة كان التجهيز في الغرب لحملة صليبية خامسة كان وقتها سلطان الأيوبيين هو الكامل محمد فدخلوا مصر واستولوا على دميات وتقدمت سفنهم في النيل نحو القاهرة إلا أن الملك الكامل قد حاصرهم واستطاع أن يهزمهم ففشلت الحملة الصليبية وفي شرق المعمرة لم ينتهي الأمر بعد في نظر جينكيس خان فأخذ يجداح بلاد المسلمين الواحدة والأخرى وأخذ يقتل الناس ويأخذ الأسرى كدروع بشرية لجيشه فدخل سمرقند والري وهمذان وقزوين وبلاد الروس كان ذلك في سنة 20 و600 للهجرة فأصبح للتاتار ملك واسع يمتد من بلاد الصين شرقا وينتهي بالعراق غربا وبلاد الروس شمالا والهند جنوبا كان ذلك في مدة زمنية قصيرة لكن لم يسلم ذلك المتجبر من دعوة المظلومين فأشله الله عن الحركة ثلاثة سنين ثم مات بعدها فأوصى لابنه الأكبر جوجي بلاد روسيا وخوارزم والقوقاز والبلغار وما يمكن ضمه من غرب الأرض وابنه أوغطاي بلاد الإغور وتركستان الغربية وبلاد ما وراء النهر وابنه تولوي خرسان وفارس وما يمكن ضمه من أسيا الصغرى وبلاد العرب ولابنه أوغطاي الخان الأعظم وبلاد الماغول والصين وتركستان الشرقية وما يمكن ضمه من شرق المعمورة فصار هناك أربع مامالك ماغولية بأربع أسر مختلفة وفي بغداد سنة اثنتين وعشرين وستمائة للهجرة توفي الخليفة وتولى بعده الخليفة الظاهر بأمر الله لم يستمر في الحكم إلا سنة حتى توفاه الله ليتولى بعده ابنه الخليفة المستنصر بالله سنة ثلاث وعشرين وستمائة للهجرة لم يكن يملك سوى العراق كعادة من قبله من الخلفاء فنشر العدل بين الرعية وقرب أهل العلم والدين وبنى المساجد والمدارس ووضع في بغداد المدرسة المستنصرية للمذاهب الأربع وأنشى دار للطب وحاول جمع الجيوش لنصرة الإسلام فهزم جيش التاتار في الوقت الذي قد خافهم البشر وفي مصر سنة خمس وعشرين وستمائة للهجرة أراد فريدريك الثاني أن يقوم بحملة صليبية سادسة وفي نفس الوقت حدثت خلافات بين الكامل وأخيه الأشرف فقام الكامل بمحالفة فريدريك الثاني ملك ألمانيا على أن يتنازل عن بيت المقدس على أن يحميه الآخر من هجمات أخيه فكانت تلك من أشنع غلطات الكامل فبمهادنة الكامل فريدريك وحد قواه وانتزع أملاك أقاربه حتى تمت له السيادة على الدولة الأيوبية كلها في سنة خمس وثلاثين وستمائة للهجرة ولكن لم يمكث إلا أن مات وتولى بعده ابنه العادل سيف الدين إلا أن تم خلعه لضعفه بعدها بسنتين ليتولى الملك الصالح نجم الدين أيوب فكان من خيرة سلاطين الأيوبيين فبالغ في شراء المماليك الأتراك الذين فروا من حروب التاتار فأحسن إليهم وعلمهم العربية والعلوم الدينية وفنون القتال وأطلق عليهم اسم المماليك الصالحية وفي بغداد سنة أربعين وستمائة للهجرة توفي الخليفة وتولى بعده الخليفة المستعصم بالله وبالعودة إلى مصر وملكها الصالح الذي قويت شوكته وزاد جيشه ووحد مملكته ففي سنة اثنتين وأربعين وستمائة للهجرة استطاع الملك الصالح إعادة بيت المقدس ثم أعاد دمشق من عمه الذي تعاون مع الصليبيين ثم أعاد عسقلان سنة خمس وأربعين وستمائة للهجرة لتعود دولته إلى ما كانت عليه وقت جده العادل وفي سنة سبع وأربعين وستمائة للهجرة كانت الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع استطاعوا أن يدخلوا دمياط تزامن مع هذا وفاة الملك الصالح وأخذت زوجته شجرة الدر بالبيعة لابنه توران شا فاستطاع أن يهزم الصليبيين وقتلوا منهم خلقا كثيرا وأصر ملكهم لويس التاسع ففدى نفسه بعشرة مليون فرنك سنة ثماني وأربعين وستمائة للهجرة فكانت هذه واقعة فاصلة بين المسلمين والصليبيين لم يتجرأ بعدها الصليبيون على دخول ديار المسلمين لعدة قرون ولكن لم يمكس نصر توران كثيرا حتى قتل وتولى بعده شجرة الدر ولكن اعترض الناس على تولية امرأة عليهم فتولى بعدها الأشرف موسى أحد أحفاد الأيوبيين كان سنه ثمان سنوات فجعل عز الدين أيبك قائد الممالك الصالحية واصيا علي لم يلبث حتى خلع الأشرف وتولى هو مكانه لتنتهي الدولة الأيوبية فكانت دولة فتح وجهاد من مبدئها إلى منتهاها فعمل عز الدين على توطيد ملكه واستحدث ممالك أخرى وأسماهم بالممالك العزية ولكن لم يمكث عز الدين حتى قتل وتولى بعده ابنه الذي لم يستمر كثيرا لصغر سنه فتولى مكانه سيف الدين قطز سنة خمس وخمسين وستمائة للهجرة وفي سنة ست وخمسين وستمائة للهجرة دخلت تاتار بغداد على يد قائدهم هولاكو فحاصروا قصر الخليفة ثم قتلوا ثم قتلوا الناس بمنازلهم وبالمساجد والأسواق وما زال السيف يقتل في الناس أربعين يوما فقتلوا أكثر من مليوني مسلم فكانت الجثث تملأ كل مكان في بغداد فلم ينج منهم إلا اليهود والنصارى وبعض من الشيعة انتشرت الأمراض من كثرة الجثث في الشوارع وقضي على ملك العباسيين الذي كان ملكا تغلب فيه الثقافة والعلم على الجهاد فضعف اسم الخليفة في عهدهم وظهرت الانشقاقات وكثرة الدول وتفرق الجمع بعد جمعه فقد كان الخطب عظيما والحدث جلل والأمة ضعفت ووهنت بسبب ذنوبها ومعاصيها لذلك صلت عليها الماغول فهتكوا الأعراض وسفكوا الدماء وقتلوا الأنفس ونهبوا الأموال وخربوا الديار وفي تلك الظروف الصعبة والوهن المستشري في مفاصل الأمة جاءت البشرى من على حدود بظنطة فقد ولد عثمان بن أرتغر المؤسس الدولة العثمانية لتكون بداية الأمة في التمكين هي أقصى نقطة من الضعف والانحطاط تلك هي بداية الصعود نحو العزة والنصر تلك هي حكمة الله